قبل ما اتكلم مع حضرتك عن دور جهاز الاستطلاع في الحرب خليني اتكلم عن تجربة حضرتك الشخصية كقائد لمجموعة الاستطلاع في الحرب حضرتك كنت مكلف بعملية استطلاع يوم 5 اكتوبر تحديدا الساعة 2 الدهر تاني يوم 6 اكتوبر فجأت كده فوق راسك بالطيارات المصرية معدية قدام عينيك كان احساسك ايه وقتها وكيفة كانت تلك اللحظات التاريخية الخالدة طب اسمحيلي بقى عشان بس نرتب الكلام المعلومات صح اللي انت بتقوليها بس الترتيب فيها يعني ايه يمكن مع حضرتك اللي كنت على خط النار بقى ازبط لنا الترتيب انا هبدأ الاول بدور الاستطلاع لان انا جزء منه فلازم نشوف نقول الصورة الشاملة وانا بقى جزء من هذه الصورة الشاملة عشان بس ايه حتى اللي امتبعنا يبقى فاهم القصة ايه فضل الاستطلاع لو عايزين نتكلم عنه لازم نرجع ليوم 5 يونيا 67 5 يونيا 67 جيش المصر كان في سيناء مستعد او في اوضاع ما للحرب ضد اسرائيل فجئنا بالضربة الجوية صباح يوم 5 يونيا 67 الجيش المصري دون ان يدخل في اي حرب مع العدو ومجرد ما اسرائيل ضربت المطارات بتاعتنا صدر قرار من القائد العام للقوات المسالحة وقتها المشرع بحكيم عامر بان الجيش انسحب المهم يعني ايا كان انسحب الجيش كله في يونيا 67 من يوم 5 ليوم 9 القوات انسحبت دون ان طرق او دون ان تشتبك مع قوات العدو الاسرائيلي سنة 67 ويوم 9 يونيا 67 العدو المفروض بيطارد قواتنا اللي هي بتنسحب فكان في معابر قواتنا بتعبر عليها بمجرد ما اخر قوات لنا عبرت القناة يوم 9 يونيا 67 تم نسفة هزي المعابر عشان خشية ان القوات الاسرائيلية تعبر خلفها الى غرب القناة وانتهى عودة كل القوات اللي كانت في سيناء المفاجأة بقى ان القيادة العامة للقوات المسالحة لقيت ان عناصر استطلاع الجيش اللي انسحب الدون كلها ما زالت باقية داخل ارض سيناء وبتبلغ عن العدو ما انسحبتش مع قواتنا وده لسبب تكتيكي او سبب فني بسيط ان مهمة عنصر الاستطلاع ان يصاحب العدو يعني ينفصل عن القوات بتاعته ويندفع بعيدا عنها الى حيث العدو ويروح برجله للعدو بالعربياته بمعداته بكله يصاحب العدو بيبلغ عنه القوات وفي حكة مصرية بتقول انت لو عرفت كل المعلومات عن عدوك فانت كده كأنك كسبت نص الحرب بالضبط انا عايز ايه بس خلي بالك من النقطة دي فلما كل القوات دي انسحبت والاستطلاع باقية كان دي فجأة كده في عتمة النكسة والهزيمة هل ده في لين اقوات لسه في سينة وبتبلغ ومعنوياتها متماسكة فكان ده زي ما بنقول اول شعاع ضوء في عتمة النكسة دي بقى فكان القرار استمروا في اماكنكم طيب القوات دي عناصر استطلاع دي ما تقدرش تقعد اكتر من اسبوع معاها مية واكلة اعدوها دي باسبوع وقود في العربيات زخاير حاجات من دي فما تقدرش تستمر اكتر من كده فكان القرار ان احنا نجهز مع مجموعات استطلاع بنمط تاني بسرعة وهنرسلها الى سيناء ونغير الناس اللي ايه عشان مش تقدر فترة طويلة فبدأ تجهيز نوع جديد من مجموعات الاستطلاع اللي هي عبارة عن فرد او فردين او تلاتة على اقصى عدد بقى تجهيز معين بقى تسليح معين بقى جهزة معينة تعبر تحت ساتر على نوم جيه مش جيش او حتى لو جيشهم مختفيين ويصلوا الى الاماكن دي والعناصر اللي موجودة هناك تنسحب برضو وتعود الكلام ده استمر من يونيو 67 حتى اكتوبر 73 لم يخلو جبل في سيناء من مجموعة استطلاع خلف خطوط قعدة بتراقب الميدان في سيناء بالكامل بتبلغ المعلومات اوب تو ديت او البول عن العدو فكان العدو في سيناء كتاب مفتوح امام القادة العامة القوات المسلحة طيلة ست سنوات اللي هم فقرق قلت ان ضابط الاستطلاع هو الشخص المسؤول ع النص قرار القائد وشريك في اعداد النص التاني ده ده بقى ايه بتاع Liye لي 과ي انا بقول كده انا ان ضابط الاستطلاع هو المسؤول عن نص قرار القائد انا عندنا حتى في المسلا الشعب بيقول ايه التشخيص نصف العلاج بالضبط فالتشخيص ان انا اقول ايه هو المرض او ايه هو العدو انا كضابط استطلاع المسؤول ان انا اجيب معلومات عن العدو ده رقم واحد فإذا إيه هذا هو نصف القرار النصف الآخر ظابط الاستطلاع شريك في القرار إن أنا بقول للقائد إيه أو لمتخز القرار أو لصنع القرار وأنا صنع القرار جزء ما أحد صنع القرار طيب بقوله إن العدو اللي قدامك ده نقاط القوة اللي فيه أهيه وإزاي نتغلب عليها واحد اتنين تلاتة اربعة كذا بتاستطلاع أعلم بالعدو وتتخصصي قاعد أدرسه من يوم ما توليت هزي المهم يعني قاعد نقاط القوة بتاعته وإزاي نأثر عليها وقاعد نقاط الضعف وإزاي نستغلها فقاعد النصف الثاني لنا شريك به في القرار وطول ما العملية شغالة هو ظابط الاستطلاع اللي بيواصل اللي بيجيب المعلومات وبيد التوصية كيف نتعامل مع هذا العدو اللي بيتبيني عليها قرار القيادة وقرار القائد في أي معركة كيف نتعامل مع هذا العدو هذه النصيحة أو المشاركة بالمعلومة المهمة جدا في وقت صعب بعد سبعة وستين قبل تلاتة وسبعين دور جهاز الاستطلاع كان دور عظيم جدا مهد لنصر أكتوبر تلاتة وسبعين هو اللي حط يعني إحنا حطينا قرار الحرب على هذه المعلومات ما كانش ممكن ما أنا أحط قرار على إيه القرار يعني إيه يعني حجم العدو قد إيه مكانه فين كيف أدمر هذا العدو لكي أستعيد أرضي فأنا كاستطلاع يعني في القوات المسالحة كلها جبنا هذه المعلومات وحطناها مأشرة كده قدام القيادة أو مدام صانع القرار وإزاي نتعامل معه بداية من الضربة الجوية للتمهيد المدفعية وضربات المدفعية للقوات اللي هتهاجم حجمها قد إيه وهتهاجم إيه المهام اللي ممكن تتخصص لها وإزاي نستمر وإزاي نحدد الأهداف وإتجاهات الهجوم وإزاي وفين نركز مجهودنا الرئيسي وفين نوجه الضربات الأخرى كل الكلام ده توصيات بيقولها الاستطلاع أنا بتكلم عن الاستطلاع بشكل عام وده اللي حصل فيه سبعة في تلاتة وسبعين بالشكل الرائع ده قبل ما نوصل لتلاتة وسبعين بس أنا عايزة أتكلم عن أيام حرب الاستنزاف ودور كل مهم جدا في هذا الجهاز وأنا عارف أن في الوقت ده كان الزعيم جمال عبد الناصر بيقابل قوات الاستطلاع بنفسه تمام يعني إحنا بنقول إيه الناس دي قاعدة في وسط العدو متعيشة جواه هو مش حاسس بيه فهم خلاص يعني حتى عرفوا طباعه بيبان شكله بيخاف من إيه بيحب إيه بسلوكه الطبيعي بيأمل إيه وتصرفاته كل حاجة معروفة عنه يعني أنا قلت إن إيه إن كنا بنبدل مثلا مجموعة تروح تقعد أسبوعين وترجع وبعدين في تدريبات وفي تجهزات معينة يخلىها تقعد شهر وترجع وتتبدل مجموعة تانية تقعد شهرين بتزيد القدرات ثلاثة أربعة خمسة ستة بتزيدوا القدرات دي عبد الناصر رحمة الله عليه كان حريص إن قدر المجموعة اللي يرجع دول يستقبلهم فيهم في بيته وبعد نهاية العمل وقعدة تحسن قعدة عائلية قعدة أبوية وبيتكلم معهم بأرياحية كاملة جدا أنا أول ما تخرجت وطبعا روحت كاتبتي فببص فيني كوزباطي الكاتيبة ده جوه جوه دي فين؟ أتاري جوه دي يعني في سينة وبعدين ابتدت للناس اللي تيجي ويروح عابل عبد الناصر وقعدين ها وقابلت عبد الناصر وشفتوه واحد وعمل إيه وشكله إيه تتكلمه إزاي؟ فبقينا نتخانق أنا واحد من الناس عايز أدخل ده الكلام ده في يوم حرب استنزاف عشان لما أرجع عابل عبد الناصر شوفه ده مجرد قبلت هذا الزعيم كنا كان أمل يزوب أمامه أو يقل أمامه أي خطر ممكن نواجهه في حرب فتح حب يعني قادة الزعيم لما بينفز إلى نقول إيه إلى جنوده إزاي يأثر فيهم وده حقيقة يعني روح القائد دي كانت موجودة وبالتالي فقلا كنا بنشتغل على أعلى مستوى زي ما يقول حديثك أبسط حاجة إن العدو الإسرائيلي في سيناء كان كتابا مفتوحا أمام القيادة تماما